اكد سعادة السيد جميل بن محمد بن علي حميدان وزير العمل حرص الوزارة على تشجيع فئة الشباب الباحثين عن عمل وتطوير قدراتهم المهنية عبر مختلف البرامج التأهيلية لتمكينهم وتعزيز استقطابهم وتوظيفهم في منشآت القطع الخاص ومساهمتهم في التنمية في مختلف أشكالها بمملكة البحرين وزير العمل أكد استمرار الوزارة في تنفيذ توجهها لإعداد وتدريب حديثي التخرج عبر حزمة برامج تدريب نوعية تناسب خرجي مختلف التخصصات والمواحلات الدراسية وتتوافق مع احتياجات أصحاب العمل تمضي مملكة البحرين قدما في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العاد رئيس مجلس الوزراء بجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وذلك من خلال تنفيذ مختلف البرامج التأهيلية وتدشين حزمة برامج تدريبية نوعية تناسب خرجي مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها صندوق العمل تمكين إلى جانب الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتواصل وزارة العمل في تنفيذ خططها لعداد وتدريب حديثية تخرج لسقل قدراتهم ومهاراتهم ولست حاجة منشآت القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية المؤهلة في قطاعات اقتصادية وانتاجية حيوية في سوق العمل حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ ثلاث مبادرات رئيسية لتأهيل المواطنين في مختلف التخصصات الوظيفية وتشمل هذه المبادرات برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تمهيد والذي يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمستويات التعليمية وتنميتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل كما ويعمل برنامج التدريب على رأس العمل فرص الذي يأتي استجابة لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى تدريب المواطنين تدريبا مهنيا في عدد من المهن وذلك من خلال التعاقد بين المنشآت والباحثين عن عمل بفترات تدريبية لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى أما برنامج التدريب مع ضمان التوظيف ضمان فإنه يستهدف توظيف الباحثين عن عمل بعد تدريبهم وإكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات ويجتمل على التدريب النظري والعملي في المؤسسات التدريبية والتدريب على رأس العمل في بعض البرامج بحيث يحصل الخريج على شهادة احترافية أو مهنية وبعدها يتم توظيفه عن طريق المؤسسة التدريبية ترجمة نانسي قنقر